بطولة 17 سباق الهجن بطولة غير ونتمنى لهم التوفيق وإلى المضمار في كل مكان هنا وعلى أرضية ميدان الشهيد فهد الأحمد الجابر الصباح والانطلاق مع الثمانية كيلو مترات هي رحلتنا لهذا الشوط الخامس الذي ينطلق بهذه الشعارات التي وفدت من جميع دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في مثل هذه المهرجانات الكبيرة في مهرجان سيد أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل شر ومكروه يا رب العالمين ها هي الشعارات التي تواجدت وقدمت من جميع دول مجلس التعاون الخليجي نرحب بهم أجمل وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاق وهذا التحدي وهذه المنافسة الكبيرة والثمانية كيلو مترات ننطلق مع المركز الأول مع مقدمة الشوط مع من تتواجد على المركز الأول هناك معاني معاني متواجدة لمحمد بن جراح بن سالم بن سلطان الاكتبي الذي يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذه المنافسة الكبيرة مع انطلاقة معاني وما لها من معاني كبيرة في المنافسات في الختاميات نقلتنا إلى ثاني المراكز من الجانب الأيمن ومن تتواجد في هذه اللحظات هناك الضبي متواجدة كذلك لسعيد بن مضفر بن محمد العامري العملاق العناوي الذي يتواجد كذلك بمصاحبة هذا التحدي وهذه المنافسة الكبيرة مع انطلاقة الضبي نقلتنا إلى ثالث المراكز من تتواجد هناك في هذه اللحظات وصلت في هذه اللحظات هناك من تتواجد الضبي لمحمد بن هادي بن امطيع العجمي الذي يتواجد هناك بهذا التحدي وهذه المنافسة الكبيرة وكذلك ممثلا للمشاركة الكويتية على أرضية ميدان الشهيد نتمنى له وللأخوة التوفيق والنجاح نقلتنا إلى رابع المراكز من تتواجد هناك التحدي ملحوظ كذلك مع الديلة وصل الديلة لحمد بن عبدالله بن ناصر المسند الذي يقدم لنا ديلة بانطلاقتها المميزة وتحدياته كذلك أبناء الشحانية نعم أبناء الدوحة نعم وصلوا أبناء قطر الذين يتواجدون في مثل هذه المحافلة الرسمية في مثل هذه التحديات الكبيرة نقلتنا إلى خامس المراكز ومن تتواجد هناك جواهر وصلت لحابس بن سعيد بن سالم بن راشد الزرعي الذي وصل بتحدياته وانطلاقة هذا الانطلاق الشيق مع هذا التحدي الكبير لجواهر نعود إلى مجريات المقدمة نعود إلى التحدي الملحوظ مع معاني معاني متواجدة في صلب المنافسة وتحدياتها على أول المراكز معاني بانطلاقة متميزة على أول المراكز وانطلاقتها الانطلاق الذاتي على مقدمة التحديات الكبيرة متواجدة بهذا الشعار الذي قدم كذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة مصاحبة كذلك مع شعار محمد بن جراح بن سالم بن سلطان الكتبي الذي يقدمها لنا بهذا التحدي الكبير وبهذا التحدي الملحوظ الذي قدم من دانة الدنيا دبي للمشاركة في مثل هذه المهرجانات الكبيرة في مثل هذه المحافل الرسمية نقلتنا إلى ثالث المراكز ومن تتواجد هناك من الجانب الأيمن التحدي مع الضبي من تواجدت كذلك مع العملاق العناوي متواجد كذلك سعيد بن مضفر بن محمد العامري الذي قدم كذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في مثل هذه المحافل الرسمية ها هو المركزين الأولين ونقلتنا إلى ثالث المراكز من تواجدت هناك جواهر متواجدة متواجدة على ثالث المراكز بانطلاقة حابس بن سعيد بن سالم بن راشد الزرعي الذي يقدمها لنا كذلك متحدياً وقادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة في مثل هذه المنافسات الكبيرة نقلتنا إلى رابع المراكز ومن تتواجد في هذه اللحظات ديلا وصلت ديلا بانطلاقتها متواجدة على رابع المراكز بمقربة من الثلاثة المراكز الأولى متحدية مترقبة للمنافسة الكبيرة للتحدي الملحوظ الذي سوف نشهده كذلك مع ما تتواجد به من قوة حاضرة هذه الشعارات التي تقدم لنا هذه المنافسات الكبيرة ديلا على رابع المراكز لحمد بن عبدالله بن ناصر المسند الذي يقدمها لنا بتحدياتها وانطلاقتها ممثلة كذلك للمشاركة القطرية بهذا التحدي الكبير بهذه المنافسة الكبيرة خامس المراكز ومن تتواجد هنا لك الضبي لمحمد بن هاذي بن امطيع العجمي الذي يقدم لنا الضبي بهذا التحدي الكبير بهذا التحدي الملحوظ كذلك ممثلاً للمشاركة الكويتية مع أرضية الميدان نعم مع أبناء الميدان وتحدياتهم ومنافسات كبار المضمرين في مثل هذه التحديات الكبيرة أقبلنا على الأربع كيلو مترات أربع كيلو مترات انطويت ملفاتها وصفحاتها وبدأت قصة جديدة بدأ تحدي ملحوظ بدأت الأعداد تتقارب بدأ العد التنازلي لكذلك أربعة كيلو مترات أخرى نعم نعود إلى مقدمة الشوت نعود إلى من تتواجد على أول المراكز من تقدم نفسها بهذه العروض المميزة نعم معاني معاني متواجدة معاني لا زالت تفرض الوجود على مقدمة الشوت لمحمد بن جراح بن سالم بن سلطان الاكتبي الذي يقدمها لنا بتحدياتها وبانطلاقها على المركز الأول متحدية كذلك متواجدة وممثلة كذلك للمشاركة كذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا الانطلاق الشيق والانطلاق الذاتي مع هذا الانطلاق الكبير نقلتنا إلى ثاني المراكز ومن تتواجد في هذه اللحظات على ثاني المراكز هناك الضبي متواجدة دسعيد بن مضفر بن محمد العامري الذي يتواجد على ثاني المراكز ثالث المراكز ومن الواصلة في هذه اللحظات وصلت شرف لذياب بن راشد بن محمد بالسم المنصوري الذي تواجد كذلك مع ثالث المراكز رابع المراكز الله وصلت في هذه اللحظات هناك من تواجدت الشاهينية لخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري الذي يتواجد كذلك في عملية التضمير حمود بن محمد بن سالم الوهيبي كذلك التحديات الملحوظة مع خامس المراكز ومن تتواجد هناك في هذه اللحظات تقدمت كذلك مع خامس المراكز والتحدي مع من صوغ وصلت لعيسى بن أحمد بن مطر الخيلي ولكن تابعوا المركز الأول تابعوا وراقبوا يا من تتابعون يا من تراقبون ثلاثة كيلو مترات ما تبقى على خط النهاية ولكن لا زالت على مقدمة الشوط لا زالت هناك من تسيطر على المركز الأول معاني بمعاني القوة والتحدي نعم متيقنة لهذا التحدي الكبير متيقنة لهذه المنافسة الكبيرة ها هي تستعرض قواها على المركز الأول بتحدياتها وانطلاقها ممثلة للمشاركة كذلك من دولة الإمارات العربية المتحدة قادمة من دانة الدنيا دبي للمشاركة في مثل هذه المحافل الرسمية في مثل هذه المحافل الكبيرة الله الله معاني على مقدمة الشوط معاني لا زالت مسيطرة لمحمد بن جراح بن سلطان الاكتبي الذي يقدمها لنا في مثل هذه المحافل الرسمية في الشوط الخامس بتحديات كبار المضمرين الله الله تواجدت معاني بقوتها بفرض وجودها على المركز الأول نازالت مسيطرة تمام السيطرة على المركز الأول وانطلاقها لانطلاق الذاتي على مقدمة الشوط يو سلام يو سلام نقلتنا إلى ثاني المراكز التواجد مع شرف متواجدة كذلك مع ثاني المراكز ذياب بن راشد بن محمد باسم المنصوري متواجدا كذلك مع ثاني المراكز بانطلاقة شرف ثالث المراكز وهناك الشاهينية متواجدة في ثالث المراكز دي خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري متواجدا على ثالث المراكز رابع المراكز من القادمة هناك التواجد مع صوغة دعيس بن أحمد بن مطر الخيلي على رابع المراكز خامس المراكز مع العملاق العناوي وانطلاقة الضبي سعيد بن مظفر بن محمد العمر وصلت الأسماء وصلت الشعارات وصلت الشعارات وصلوا للأشقاء من جميع دول مجلس التعاون مع الانطلاق الذاتي والسلام أشرد يا لكتبي يا سلام على المركز الأول لا زالت لا زالت لا زالت مسيطرة هناك معاني محمد بن جراح بن سلطان الكتبي الذي يتواجد مع انطلاقة معاني متواجدة على المركز الأول وانطلاقها الانطلاق الذاتي على المركز الأول يا سلام لا زالت مسيطرة من أول الواصلات هناك على ثاني المراكز من أول الواصلات هناك وصلت في هذه اللحظات شرف نذياب الراشد بن محمد بالسم المنصوري على ثاني المراكز ثالث المراكز هناك شعار المنصوري على ثاني المراكز ولكن لازلنا مع المركز الأول لازلنا مع انطلاقتي معاني 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 بانطلاقها بتحدياتي هذا الشعار الذي يتواجد على أول المراكز الكيلو الأخير كيلو الصمود كيلو التحدي كيلو المنافسة كيلو العمليات كيلو التحريك ولكن لازالت مسيطرة معاني 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 على المركز الأول معاني لازالت مسيطرة على مقدمة الشوت بتحدياتها بانطلاقة شعار محمد بن جراح بن سالم الذي يتوجد على المركز الأول ولكن راقب تابع من الواصلة تابع من الواصلة هناك شرف وصلت لذياب بن راشد بن محمد بن السم المنصوري خدمت في هذه اللحظات على ذال المراكز بتحدياتها بانطلاقها ولكن الكتبي لازال مسيطن على أول المراكز على أول التحديات معاني لازالة مسيطنة معاني لازالة مسيطنة على المركز الأول بتحدياتها بانطلاقها على المركز الأول بن جراح بن سالم بن سلطان الكتبي ولكن ثاني المراكز هناك من تتواجد في ثاني المراكز شرف لذياب بن راشد بن محمد بن سم المنصوري إلى هنا السلام التحديات ولكن اكتبي لازال مسيطن يريد أن يبعث السلام إلى دونة الدنيا دبي دونة دنيا يبعث السلام إلى دونة الدنيا دبي مع معاني نعم لا والله لراح السلام سلام لدونة الدنيا دبي سلام سلام وتحية واحترام على وصول معاني على المركز الأول وتحقيقها لهذا الإنجاز تهانينا وألف مبروك على حصول معاني على المركز الأول محمد بن جراح بن سلطان الكتبي ثاني المراكز كان الوصول مع شرف لإذياب بن راشد بن محمد باسم المنصوري وثالث المراكز ورابع المراكز وخامس المراكز كان الدخول كذلك والتسجيل لدى خط النهاية تهانينا وألف مبروك لجميع الفائزين مشاهدين الكرام لعادة هذا الشوط من شوطنا الخامس شوط الحيل لمسافة 8 كيلو وكذلك أيضا متابعتها هذا نتيجة نبارك لجميع دول مستعاون الخليجي العربي نقول لكم ألف ألف مبروك على هذه الإنجازات والتحديات والمنافسات القوية إليك نتيجة أقول مصول بالخليص أمرك قوز معاني المحمد بن جراح الكتبي وأقول مي بغريب على معاني معاني عندها إجازات ومنهجة المعروفة وحصل طبعا عمرته الثاني لي شرف لدياب راشد السم وأحب أني أنوه طبعا هذا صاحب معاني وصاحب مشبب اللي هو محمد عبدالله الكتبي هذا لكلهم إن شاء الله ثوراه هذا في قلوب واحد إن شاء الله بينهم ترشحة بينهم ملاسمون الصبح وإنهم يعني أخذوا لأشواط وحقهم لأشواط وأقول هذا الصحيح أنا أقولوا محترفين نعم يستاهلون يستاهلون الإمارات والقطار ما زال التوقيت عند الشوط الأول حطين مع حمد بن عبدالله المسند 12 و30 ثانية يعني ما زال التوقيت مع حطين يعني لم يتحطم 12 و30 ثانية ولكن نحن نشوف توقيت الآن لكن الشوط الأول الشوط الأول التوقيت مع صاحبة الشوط الأول اللي يحطين مع حمد بن عبدالله بن ناصر المسند والمضمر حمود بن محمد الوهيبي ترجمة نانسي قنقر